هنرجع لأخبارنا وهنبتدي بطبعا فريق كرة السلة رجال اللي الحقيقة حتى الآن بيعزف سنفونية رائعة سنفونية أداء وليس أتمكسب فقط فريق كرة السلة أنا أتصور يعني أنا لعيب كرة السلة ولعبت في النادي الأهلي خمس سنوات وكان لي الشرف أن أنا حصلت معه مع الدوري والكأس وطاة أفريقيا أنا خدت بطلات كثيرة مع النادي الأهلي ولكن لم أرى النادي الأهلي بهذا الأداء يمكن من سنوات كبيرة النادي الأهلي بهذه السنفونية من سنوات كبيرة النادي الأهلي النهاردة بيلعب دوري الثمانية بيكسب بكل أريحية مع نادي الجهراء الكويتي اللي بيضم تلات لعبين محترفين من أفضل لعيبة في المنطقة النادي الأهلي بنكسب بسكور عالي جدا تلاتة وتسعين أربعة وخمسين تسعة وتلاتين نقطة تبتكلم في دوري الثمانية مع نادي محترم الجهراء الكويتي طبعا إحنا وصلنا لدوري الثمانية ده بعد ما كسبنا مجموعتنا العلامة الكاملة تلات مباراة المناء اليمني الغرفة القطري والرياضي اللبناني وصولا بدور الستاشر كسبنا أهلي حلب السوري ودور التمانية نفوز على الجهراء الكويتي في طبعا الكويت وطبعا النهاردة شفنا حضور جماهيري زي ما أنتوا شايفين في الصورة حضور جماهيري منقطع النظير من جمهور النادي الأهلي في الكويت والله لو كان هذا الملعب يساع لأنه طبعا هنا فيها عدد تساكر لمتت جدا تقريبا سبعمائة دسكرة لو الملعب ده عشرين تلاتين ألف كان الجمهور النادي الأهلي هاهم له وكانوا هيئتوا من كل ما كان فيه الخليج مش الكويت بس تحية كبيرة الجمهور النادي الأهلي الحقيقة اللي يعني وجوده في الملعب مخلي اللعبة تحس إنها بتلعب في بلدها وطبعا الكويت هي بلدنا التانية ما فيش أي مشكلة خالص ولا تكلم على أجواء أجواء الملعب جماهيري النادي الأهلي عاملة أجواء كبيرة جدا وتفاعل مع اللعبين بشكل جميل جدا خلينا حلل معكم بعض الأمور في أداء فريق كرة السلام الأول إحنا كنادي أهلي لسه ما عملناش حاجة إحنا نادي الأهلي بيعترف فقط بالكؤوس تشيل الكأس أو الدرع أنت الآن بطل واحتفالك لا يزيد عن يومين تلاتة أشتفكر في اللي بعده فإذن اللعبين تدري ذلك جيدا مستر أجوستي بوش عارف ده كويس بدليل لقطة النهاردة في المباراة بالرغم من أنت كاسب فرق كبير يمكن قرابة الدبل سكور ولكن مع أي غلطة لأي لعب بيثور مستر أجوستي كأنها مباراة فاينال كأن هذه الكرة أو هذه المحاولة هي المحاولة اللي هتكسبك النهاردة مستر أجوستي بينفعل على اللعبين وتحديكم وتحدي أي حد لو مستر أجوستي بينفعل في المباريات الكلوز لا بالعكس بهادي جدا وبيوصل هدوء للعبين لما مباراة زي دي لابد من احترام الخصم أنا كلاعب ساعات لما المباراة بتمشي بشكل جيد بريح بشوت شغطة كورة مستعجلة خش كورة مستعجلة حب أعمل حاجة فيها شوية منظرة كلعب دي طبيعة اللعبين كلهم على فكرة مش المصريين ولا كل حتى كورة القدم كده ولكن النهاردة مستر أجوستي بيقول لا يا جماعة ستوب لابد ان احنا نلعب بيقولش الكلام ده كده يعني لا بحركاته بتصرفاته الراجل بيقول يا جماعة احترموا الخصم النهاردة مستر أجوستي بيضغط على اللعبين في الملعب عشان يلتزموا يحترموا الخصم وتستمر المباراة حتى آخر ثاني حاجة تانية اللي شفتها واللي ملاحظة جدا ان مستر أجوستي طبعا العدل المطلق لله سبحانه وتعالى ولكن مستر أجوستي في الملعب بيحاول يوصل الى العدل كل اللعبة بتشارك حتى الصغيرين كل واحد لدور وكل واحد عارف دوره وفيه ثقة متناهية بين اللعبين والجهاز الفني لما انا بسحب لعب اللعب يمتثل الى قراري ويخرج بكل الرضاء ودي موضوع في منتهى الخطورة لان انت عندك الفرقة 14 نجم أصغرهم مؤمن طاري خيري نجم عبدالله ناصر نجم فانت عشان تسيطر على 14 لعب داخل الملعب ويمتثل القراراتك الفنية بكل الرضاء وبكل حب وبكل احترام لا هنا لازم نتوقف كثيرا امام اداء مستر أجوستي بوش اللي احنا ما بنقولش كلام لان هو فعلا السنة اللي فاتت خمس بطولات من خمسة يعني هو قريدي عامل انجاز ولكن النهاردة بنتكلم على مستر أجوستي اكتفى بالفريق اللي موجود وما دعمش الفرقة غير بتغيير المحترف تومسون لوولتر هوج ولكن نفس اللعيبة نفس اللعبين بالعكس وصعد لعيبة اخرى للفريق الاول مستر أجوستي بيعمل كل حاجة كنا نتمناها في كورة السلة في نادي الاحلي طيب هروح للعبين الموضوع بس زي ما قلنا ما بقاش مدربة ما بقاش تبقى منظومة هروح للعبين وبعد كده هرجع لرأس الهرب مرة اخرى اللعبين هنا النهاردة يعني بتبزل كل ما هو من اول ما بتدوا التسخين بتلاقي اللعبية مركزة اللعبية ملتزمة اللعبية منضبطة خلقيا وسلوكيا وفنيا جوال ملعب ما فيش لعيب بينزل عشان ما يدفعش كل اللعبة بتنزل تدافع كل اللعبة بتنزل عشان تؤدي دورها الدفاعي ومنه الى الهجوم فاللعبة الجيل اللي موجود والمجموعة اللي موجودة دي منتهى الالتزام ومنتهى طموح ان اللعبة مش مكتفية بالعامة السنة اللي فاتت لأهم عايزين كمان وكمان وكمان وحطين جمهور النادي الاهلي قدام عينيهم جمهور النادي الاهلي هو الجمهور الوحيد اللي لاش بعمل بطولات وجمهور النادي الاهلي هو المدرسة الكبيرة اللي احنا بنتعلم منها جمهور النادي الاهلي بيفهم جمهور النادي الاهلي واعي جمهور النادي الاهلي عنده ثقافة فاهم انه انا دايما عايز اكسب وده بمثل يعني ترجط لحد ذاته ترجط للعيب هدف للعيبة ان احنا عايزين نكسب للرضاء هذا الجمهور فاذا اللعيبة دايما بشوفهم في كل المبارات عندها شغف اهاب امين اول مباراةين ثلاثة كان كويس ولكن اللعبة بتحب الامتاع بتاع اهاب امين النهاردة اهاب امين بيستعيد اللمسة الجمالية الحلوة بتاعته في الملعب كل ده عشان في الاخر ايه وشفنا في نهاية المباراة تحية كبيرة جدا من الجماهير لهاب امين طيب هارجع لرأس المنظومة وهو مجلس دارة النادي الاهلي بقادة كابتن محمود الخطيب ومعالي الوزير العمري فاروق والمجلس بيوفر ليه الفريق كل ما هو يتمنى النهاردة الاستاذ طريق اندير رئيس البعثة هناك الفرقة متوفر لها كل ما هي عايزة كل اللي هي عايزة بيتوفر لها وهو ده سر تفوق النادي الاهلي المسلس رأس المسلس هو مجلس الادارة طبعا مع النشاط الرياضي كابتخاذ العواضي مع كل المنظومة الادارية ننزل المدير الفني نروح الناحية التانية للعبين ده المسلس حتى الان الحمد لله رب العالمين احنا بقلنا سنة ونص سنتين عايشين في حلم جميل جدا مع فريق كورت السلة اتمنى ان شاء الله الحلم يدوم ويدوم ويطول ويطول ليه لانه الفريق ده يستحق ولسه انا ما عملناش حاجة لسه ما خدناش بطولة ودي رسالتي للعبين وانا متأكد انهما عارفين الكلام ده اكتر من اللعبة دي بالكاراكتر ده بشخصيات دي لأ هم عارفين هم بيعملوا ايه لسه الكأس فضلنا بالزبط مباريتين قبل نهاية ثم نهاية دول 4 والفاين يوم الجمعة والسبت صح يا جماعة الخميس راحة خميس راحة اه وجمعة وسبت وجمعة وسبت ان شاء الله قدمنا مباريتين بـ 80 دقيقة ونشيل الكاس للمرة التانية على التوالي يستحق الجيل ويستحق هذا مدير الفني والحقيقة الواحد بيبقى فخور جدا جدا شكل جميل وهو ده النادي الاهلي وهو ده فرقة النادي الاهلي وهو ده يعني عظمة النادي الاهلي انه لما بيبقى فيه فرقة كده كسبانة او بتكسب تلاقيش الفرقة يعني يعني انا اسف في اللي اقول ما تلاقيش تصرفات خارج النص ما تلاقيش مبالغة في الفرح ما تلاقيش يعني مش مبالغة اتجاه في الفرح معين او ان انت تهاجم يعني حد تاني ولكن هو ده النادي الاهلي والنادي الاهلي دايما بيدوروا على المكسب واسعج مهيره ولكن النهاردة هنحب نقول برضو في نهاية كلامنا عن فريق السلة او بطولة عربية هنا اللي احنا بنقول نادي الاتحاد هارد لك نادي الاتحاد السكنداري النهاردة خسر بعد اكسرا طيب من القزمة الكويتي يعني كان قابا قابا قوسينا وقادنا ولكن يعني هي ده البسكتبول هارد لك نادي الاتحاد ده ما يقللش ابدا من نادي الاتحاد سكنداري نادي الاتحاد سكنداري نادي كبير هو صاحب الالقاب الكثير أو أكبر ألقاب في البطولة العربية هو نادي الاتحاد بسبع ألقاب فده ما قللش أبدو نادي الاتحاد منقوله هارد لك ونتمنى ليهم التوفيق إن شاء الله في البطولات الأخرى في الأول وآخر نادي الاتحاد كان بيمثل مصر بيمثل نفسه ويمثل مصر هناك وكنا نتمنى أن النهاء يكون مصري خالص ولكن هي دي الرياضة هارد لك نادي الاتحاد ونتمنى ليه التوفيق إن شاء الله كممثل مصر في أي بطولة يشارك فيها جاية بإذن الله